وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية أشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ختم جولته التفقدية في محافظة البحيرة إلى أن الحكومة مستعدة تماما للأزمة الاقتصادية العالمية وتم وضع احتياطي كبير في موازنة العام الجاري تحسبا للطوارئ وشدد مدبولي على أن الخطة الاحترازية لم تمس بالمشروعات ذات الأولوية الجارية تنفيذها وعلى رأسيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه فاحنا متحسبين تماما ولكن على الرغم من كل ده مزالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساز بيها لأن هذا المشروع احنا ناعي تماما ونؤمن كدولة مصرية أن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل طباطه لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غزبا عننا وحقول إيه اللي بيحصل أن ببساطة شديدة أن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع التوريد المواد الخام اللي بتدخل فيه تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا دي حاجات بنستوردها من بره بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من بره النهاردة بقى فيه تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج فده اللي خلانا غزبا عننا كجهات تنفيذية بالرغم أن التمويل متاح أن احنا بنعمل إعادة يعني جدولة للمشروعات